كمؤخراً من البلاد برئاسة أمين الدولة في الصحة العامة دكتور محمد نظيف يوسف في عمال المؤتمر الدولي الإفريقي التركي الذي عقد في مدينة إسطنبول في الفترة من بين 20 إلى 22 من يوليو الجاري تقرير محمد أسمان بشير المرة الثانية هذه القمة التركية الأفريقية التي جمعت وزراء الصحة بدول أفريقيا مع مسؤولي قطاع الصحة الأتراك بمدينة إسطنبول العاصمة الاقتصادية لدولة تركيا حيث شارك في هذه القمة الدولية وفد من البلاد بقيادة أمين الدولة في الصحة العامة الدكتور محمد النظيف يوسف حيث قدم خطاباً في هذه القمة وأوضح خلالها مختلف الإشكاليات التي تعيق سير عمل الجهاز الصحي بالبلاد وكذا مختلف الأمراض الخطيرة والأوبئة التي يعاني منها بعضاً من المواطنين مثل الملاريا ومرض نقص المناعة وغيرها عدة كما التقى الوفد تشادي الذي على رأسه الدكتور محمد النظيف يوسف بكل من الرئيس التركي رجب تي بردوغان ذلك قبل لقائه بمستشار أردوغان في الصحة العامة وطلب خلالها رئيس الوفد تشادي القدوم إلى البلاد بتوقيع اتفاقيات تتعلق بتحسين الصحة بالبلاد ذلك على هامش عمل القمة الأفريقية التركية التي اختتم فعالياتها الرئيس التركي رجب تي بردوغان الذي ثمن خلال كلمته مختلف النتائج والتوصيات التي خرج بها المشاركون في هذه القمة وأكد على أن ذلك سيؤقذ بأين الاعتبار من قبل حكومات دول المشاركة في هذه القمة موسيقى